بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلام مرحبا بكم في سلسلة مرحبا رمضان ومع الحلقة التاسعة من هذه السلسلة المباركة بعنوان فضل ليلة النصف من شعبان في هذه الحلقة نتعرف على الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان من حيث الصحة والضعف تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان في فضل هذه الليلة المباركة وردت أحاديث متعددة وقد اختلف فيها من حيث ضعفها وصحتها حيث ضعفها أكثر العلماء وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه ومن أمثلتها رقم واحد الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاركت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي الحديث رقم اتنين في فضل ليلة النصف من شعبان خرج ابن ماجه من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن قال الولماء حديث حسن وإسناده لا بأس به قال الألباني صحيح سنن ابن ماجه رقم 1140 حديث حسن الحديث رقم 3 في فضل النصف من شعبان خرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن أو قاتل نفس قال الولماء عن هذا الحديث إسناده لين الحديث رقم 4 في فضل النصف من شعبان خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث معاذ مرفوعا يروى من حديث عثمان ابن أبي العاص مرفوعا إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطيه إلا زانية بفرجها أو مشركا أخرجه البعيهقي في شعب الإيمان الحديث رقم 5 في فضل ليلة النصف من شعبان يروى عن نوف البكاري أن علي رضي الله عنه خرج ليلة النصف من شعبان فأكثر الخروج فيها ينظر إلى السماء فقال إن داود عليه السلام خرج ذات ليلة في مثل هذه الساعة فنظر إلى السماء فقال إن هذه الساعة ما دع الله أحد إلا أجابه ولا استغفره أحد في هذه الليلة إلا غفر له ما لم يكن عشارا أو ساحرا أو شاعرا أو كاهنا أو عريفا أو شرطيا أو جابيا أو صاحب كوبة أو غرطبة قال نوف الكوبة الطبل والغرطبة الطنبور اللهم رب داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة والعشار الذي يأخذ العشور والعشور هي نسبة العشرة من الشيء والعريف النقيب وهو دون الرئيس والجابي هو الذي يأخذ الضرائب أما أنراوي الحديث نوف البكالي فهو نوف ابن فضالة الحميري البكالي أبو يزيد وهو ابن امرأة كعب الأحبار وكان أحد العلماء أما عن ليلة النص من شعبان ما هي الأحكام الشرعية بالنسبة إليها فهذا هو موضوع الحلقة التالية إلى أن ألقاكم لكم خالص تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر